السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة ثانية متوسط بعدما أتممنا في الدرس السابق درس عن الكسور الآن جب لكم تمارينات على الكسور إذن فلنبدأ على بركة الله إذن نبدأ في الجمع والطرح كسرين قلنا في جمع والطرح كسرين كين ثلاث حالات كين وين يكون كسرين كسرين لهم نفس المقام وكين حالة ثانية وين يكون إحدى المقام مضعف للآخر وكين الحالة الثالثة وين يكون مقامات مختلفة يعني لا هي مقامة نفسها ولا هي أحد المقام مضعف للآخر إذن نبدأ في الحالة الأولى وين يكون الكسرين لهما نفس المقام جبتكم مثال مثال وش يقول يقول ثلاثة على أربعة زائد خمسة على أربعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن في مقام الكسرين هو نفسه الذي هو أربعة جيد إذن هنا ونبدأ على بركة الله هنا عندنا المقام أربعة إذن وش ندير؟ أحا ندير مقام موحد وش نهو مقام موحد؟ نكتب أربعة في الكسر إذن وش ندير؟ يقولنا القاعدة هي البسط زائد البسط يعني ثلاثة زائد خمسة وتساوي دائما نكسب البسط أن المقام هو نفسه وأربعة إذن ثلاثة زائد خمسة ماذا يساوي؟ يساوي ثمانية على أربعة إذن المثال الثاني نجيب لكم على الطرح الآن عندنا أربعة على سبعة ناقص ثلاثة على سبعة وش يساوي؟ يساوي نلاحظ أن المقام هو نفسه يعني هنا عندي سبعة وهنا عندي سبعة وش نكتب؟ في الحل نكتب سبعة أولا المقام الموحد ثانيا وش ندير؟ ندير البسط ناقص البسط أربعة ناقص ثلاثة إذن أربعة ناقص ثلاثة وش يساوي؟ يساوي جيد واحد واحد على المقام سبعة ننطلق إلى الحالة الثانية وأن يكون إحدى المقام مضاعف للآخر يعني القاعدة وش تكون إذا كان أحد المقامات مضاعف للآخر فإن المقام الموحد هو أكبرهما منكم مثال باش تفهموا هنا ماذا نلاحظ نلاحظ واحد على أربعة زائد ثلاثة على اثنين وش نلاحظ نلاحظ أن أربعة نعم أربعة من من مضاعفات ثنين جيد إذا ربنا في الحالة هذه ون يكون أحد المقامات مضاعف للآخر وش ندير في هذه الحالة راح نخير راح ندي المقام الأكبر والمقام الأكبر بين أربعة وثنين هو أربعة جيد إذا هنا نحتفظ بالواحد خلي هكذا الآن هنا بش يولي ليه هنا أربعة وش ندير نضرب في جيد في اثنين هنا وش ندير نضرب أيضا البسط في اثنين لأنه كي نضربوا عدد في المقام لازم نضربوه في نفس في البسط باش يجيليه وعلاه بس كو ثنين على ثنين يخرج لي واحد باش ما نغيرش من قيمة للكسر التاعي إذا واحد على الأربعة يبقى كما هو زائد ثلاثة في اثنين ستة جيد ثلاثة اثنين في اثنين أربعة وش تحصلت تحصلت على جمع كالصرعين لهما نفس المقام يعني وليت الحالة الأولى وش ندير هنا يا ندير المقام المشترك هو ربعة إذا واحد زائد نجمع البسط مع البسط واحد زائد ستة وشو ساوي إذا يخرج لي أخيرا يخرج لي سبعة على أربعة جيد ننتقل الحالة وين يكون الطرح كصف طرح كصرعين هنا وش عندي عندي خمسة على تسعة ناقص واحد على سبعة وشريك ماذا نلاحظ يا ابناء الطلبة نلاحظ أن سبعة وعشرين هو من مضاعفات تسعة جيد إذا وش ندير ناخذ راح ناخذ المقام الأكبر يعني هنا يا ندير سبعة وعشرين هو ندير المقام الموحد إذا هنا باش نتحصلوا على سبعة وعشرين ندير في في ثلاثة ونضرب أيضا البسط في ثلاثة وش يقول لنا خمسة في ثلاثة وش يمدلنا إنه خمسة عشر على تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون ناقص واحد على سبعة وعشرين يبقى كما هو إذا وش تحصلنا أبناء الطلبة تحصلنا على الحالة الأولى ونكون المقامات نفس المقامات وش ندير هنا قلنا بلي البسط مع البسط يعني نطرح البسط من البسط البسط الأول من البسط الثاني إذن وش يقول لي؟ ولي لي خمسة عشر ناقص واحد على المقام الموحد سبعة وعشرين وخمسة عشر ناقص واحد شحل يساوي؟ جيد يساوي ربعتاش على سبعة وعشرين إذن ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي الحالة وين يكون المقامات مختلفة وش معنى المقامات مختلفة؟ الآن كل ما يطلبون منكم جمع أو طرح كسرين لازم نحوص هل هي الحالة الأولى؟ وين يكون المقامات؟ هل المقامات موحدة؟ لا لأن ثلاثة تختلف عن خمسة هل هي الحالة الثانية؟ وين يكون ثلاثة مضاعف خمسة أو خمسة مضاعف ثلاثة؟ لا إذن هنا ونا في الحالة الثالثة وين يكون المقامات مختلفة؟ وش ندير أبناء الطلبة؟ وش ندير؟ ندير هنا نضرب сبعة في خمسة في خمسة وأنه نضرب نفس المقام الثاني في خمسة إذن ذا самое لأنفس المقام الثاني في خمسة واخمسة�에서 بش نضرب في ثلاثة في ثلاثة هنا في ثلاثة يعني نضرب المقام الأول في المقام الثاني ونضرب أيضا في البسط باش ميبتدليش الكسب ونضرب المقام الثاني في المقام الأول إذن مش نتحصل نتحصل على سبعة في خمسة شحل خمسة وثلاثون جيد ثلاثة في خمسة خمسة عشر زائد واحد في ثلاثة ثلاثة خمسة في ثلاثة خمسة عشر إذن دائماً ماذا تلاحظوا أبناء الطلبة بلنولوا دائماً إلى الحالة الأولى وين يكون المقامات موحدة وش ندير هنا يا ندير هنا إذن ندير 15 الآن ندير المقام الموحد هو 15 إذن 35 عفوا 35 زائد 3 على 15 إذن 35 زائد 3 وش حي يخرج لي 38 على 15 إذن نكون هنا انتهينا من حل هذا الدمرين ننتقل وين يكون الطرح نفس الشيء نفس الشيء تتكرر العملية هنا وش نلاحظ هل مقامات مضاعفة للأخرى 13 ليس مضاعف 5 و5 ليس مضاعف 13 إذن ليست الحالة الثانية الحالة الأولى هل مقام موحدة لا إذن ننتقل إلى الحالة الثالثة وين يكون وين يكون مختلفة إذن مش ندير هنا يا كي موس بقولكم نضرب المقام الأول في المقام الثاني جيد في خمسة ولكن بلما نغير من الكسر لازم نضرب أيضا في البسط هنا فاش نضرب نضرب في المقام الكسر الأول يعني في ثلطاش هنا أيضا في ثلاثة عشر وش يخرج لك ثمانية في خمسة أربعون جيد ثلطاش في خمسة خمسة وستون جيد ناقص نين في ثلطاش ستة وعشرين على خمسة في ثلطاش خمسة وستون إذن هنا إذن الآن وش ندير رح ندير نفس البسط ونبعد ندير مدم رأنا في الحالة الأولى يعني المقامات موحدة وش ندير نطبق الحالة الأولى وين تكون مقامات موحدة إذن البسط ناقص البسط البسط الأول ناقص البسط الثاني وش يخرج لي أربعون ناقص ستة وعشرين أربعة عشر جيد على خمسة وستون وبهذا نكون قد انتهينا من من تمارينة هذه على الكسور أتمنى أتمنى أن تكون جد سهلة لكم بالنسبة لكم ونتمنى ندير تمارينة أخرى للتدريب وهكذا نكون طبقنا جميع الخواص جمع والطرح وإلى الملتقى إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر